كما تواصل قنوات التضليل والفتنة التحريضة ضد سوريا على مبدأ إكذب ثم إكذب ثم إكذب فلابد أن يعلق بعض الكذب في الأذهان فإن موسكو تدفع من جديد بالمسار السياسي إلى الواجهة استناداً على القرار 2254 باعتباره الأساس الوحيد لحل الأزمة في سوريا كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالنسبة لموسكو توجد خطة متفق عليها منذ فترة طويلة مع واشنطن والأمم المتحدة وهي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يرسم كل جوانب عملية التسوية على أساس المبدأ الذي ينص على أن للشعب السوري فقط الحق في تقرير مستقبل بلاده الوزير لافروف علق من سوخومي عاصمة أبخازيا على ما يسمى خطة أمريكية مزعومة لرئيس دونالد ترامب حول تسوية الأزمة في سوريا مشيرا إلى وجود قوى مستاءة تحاول خلق الذرائع بهدف تغيير الحكومة لقد بحثنا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأزمة السورية بحذفيرها وأنا على ثقة تامة في أنه لا بديل عن التطبيق الصادق لقرار مجلس الأمن 2254 لقاءات طهران الثلاثية للتحضير لاجتماعات أستنى المقرارات في الثالث من الشهر المقبل ولقاء الدكتور الجعفري مع الأمين العام للأمم المتحدة والتحضيرات الجارية لعقد اجتماع ثلاثيا بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة الاثنين المقبل في جنيف مؤشرات على أن العودة إلى المسار السياسي باتت قريبة بعد فشل حملات التهويل والتضليل التي ترافقت مع العدوان الأمريكي على سوريا في ضوء تأكيد رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف مجلس الدومة أن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين ستواصل العمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا